تتواصل اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالقاهرة والتي تستمر حتى الخميس المقبل وتأتي الاستراتيجية الإعلامية العربية ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج من بين البنود التي تتصدر جدول أعمال الوزراء العرب جملة من الملفات والقضايا على طاولة وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعاتهم بالقاهرة والتي تستمر حتى الخميس المقبل أربعة وعشر بندن بجدول أعمال الوزراء العرب في مقدمتها الاستراتيجية الإعلامية العربية ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة عشرين ثلاثين العالم اليوم في ظل الأزمات الكبيرة اللي بنشهدها محتاج موقف عربي موحد محتاج وحدة الصف بين الدول العربية وأن يكون لها صوت مسمو هناك مجموعة أخرى من القضايا تهم سبل تفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية وخطة التحرك الإعلامي بالتعاون مع مكاتب وبعثات جميع الدول العربية والقضايا الجديدة أعتقد أنها واعدة متعلقة بالإعلام الإلكتروني والإعلام البيئي كما يتضمن جدول الأعمال بندا حول إدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية لكل المراحل واختيار عاصمة الإعلام العربية وملفات أخرى طبعا القضايا الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى حاضرة على جدول الأعمال ربما أيضا القضايا القديمة الجديدة مواجهة الخطاب التكفيري مواجهة هذا الفكر ربما من الأشياء الجديدة التي نبحثها الآن دورة جديدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لللجنة الدائمة للإعلام العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب تأتي عكاسا لأهمية ملف الإعلام في تعامله مع التحديات التي باتت تواجه العالم العربي وما أكثرها توصيات إزاء الموضوعات والقضايا المطروحة للنقاش باجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي السابعة والتسعين ترفع إلى المكتب التنفيذي ومن ثم إلى مجلس وزراء الإعلام العرب الذي يعقد الخميس المقبل برئاسة مصر سالي سالم التلفزيون المصري